زون ميكست رجعنا من جديد في زون ميكست في آخر نزق من حوارنا مع سيد وليد جلد رئيس مستقبل سليمان عيش سي وليد رغم أنك من أحبان الفريق وتستعرف بهذا فأنك محسوب عطراجي ومسليمان كلها محسوب عطراجي دعني أقولك شيئا أنا ليس من أحبان الفريقي أنا من أعشاق نادي الفريقي ويعرفوا تقريبا لم يكن هناك ملعب في الجمهورية التونسية لم تتخلتوش مع نادي الفريقي أولا ومنذ تولية رئاسة النادي المستقبل بسليمان بطبيعة الجامعية رقم واحد قلت لي سليمان فمش كلها بلادي بلادي وزيد رئيسها نادي الفريقي لكن حب النادي الفريقي تنجمش نحيي من قلبه ورسي حمدي يعرف وناس كل تعرف تونس كاملة تعرف ونقولها وبالعكس نقولها مش شرف ليا حرمتو لو كل يوم السنة من مشاركة في الكافت لا مش احنا حرمنا احنا نادي الفريقي استقبلناها عبارة العفل بارك احنا في سليمان استقبلنا مそれما نقولك تونس كاملة مقابلة مقابلة النادي السليمان وترجاء مقابلة النادي الفريقي ولو كانت حاسمة كان جات برجمهور وما جات في معاكورونا وكان جات الترجر تونسي ف reco left with Judge بدون جمهور مضع هذا كان جات مقابلة النادي الفريقي راية تلعبت كما تلعبت ترجر تونسي في المنزة أو في راتز او في حملنف واضح ولا نجم نشوفوك انها رئيس للكلوب لا الكلوب اكبر مني بسرعة ما عندي للمكانيات لا انا نخول لنفسي لانه ندي الفريقي تاريخ كبير جمعية كبيرة مش نقص في روحي لانه نعتبر الفريق اذاك نجم نكون غدوة ممكن نعاون نخرج من المستقبل يذي بسليمان انا لانه في الكورة ما حبيتش نكون رئيس رئيس جمعية تفرضت علي رئيس الجمعية سوى في استيمان سوى الكورة معتا انا متسيس معتا نعم في السياسة الكورة تلبيت نداء الواجب البلادي بلادي وقت اللي معتا تعرف 300 مجاز كانوا بشكونوا تقريبا وصلت بش تحل جمعية وصلت معتا الماتر التواتي كهو معتا وبعض بعض ملوخيان اللي وقفين معاه وكهو معتا ولينا لقينا صعوبات كبيرة برش وقتها لبيت نداء الواجب ونعتبر مش مزيئة متا واجبي كونه مش نتحمل مسؤوليتي نحو اقل شاي 340 عائلة اللي اولادهم يمارسوا في اليوم عندي عصورة في سليمان قاتلي في 2008 يا خمام تشده كليب لا جبيت الموضوع كبير برش انتي وانا وعمري منحب نحكي فيه للناس اللي يتزايدوا اليوم وفهمها موجود تقاه في الموزيئ كذا انتي جبيت الموضوع برش وعمري ما حكيت فيها اللي انا ترشحت كنائب اول الرئيس في 2008 قدمت رشحي رسميا بعد التنفيذ للاستاذ زين عبديل الوسلتي كنت انا كي نحضر في الجلسات العامة اكثر من اكثر من الاحباء النادي الافريقي اللي عندي انخراطات في الجلسات العامة منذ واللي تنقل تونس ديما تمشي من اللي عندي 17 سنة سنة ديما نمشي ناخون خيراتي بتلاثين دينار وقتها ديما الكبارات 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 يحطوا في الرئيس واحنا الجمهور النادي الفريقي وقتها مدخل ركر 3 مليار دوات و400 مليون تقريبا وقت سي شريف اللي يرحمه وانا ديما نتكلم مرة دخلت في جلسة عام مقبل الفين وثمانية في الفين وستة سي شريف بالأمين قلت له مش من حقك اللي يرحمه سي شريف بالمناسبة نحب نحييه نحيي عائ عائلته حي عائلته هو الله يرحمه كونه اه قطه سي شريف قطه سي شريف دخلت في كلمتي كانت كلمة كوي قطه احنا حتى بحق كونه اكبر مساهمين في اكبر مساهمين في ميزانيت نادي الفريقي تقريبا وقتها مدخيل الجماهير 45% من حقنا كونه نختاره شكون اه شكون رئيس الجماعي مش تجيبونا تقعدونا في قاعدة سيبلحسان ترابلسي وكذا وقتها سيبلحسان ترابلسي وتجيو تقولونا فلان رئيس هذا لو نرفضوه شقال لي سي شريف جاوبني سي شريف قال لي سي وليد واحد بارك الله يرحمه راوه صحيح احنا راوه بكل ديمقراطية ونتصرفه بكل ديمقراطية راوه جانا مطلب ترشح وحيد لخطة رئيس اللي هو شريف الامين ومطلبه ترشح وحيد لخطة نائب اول رئيس اللي هو سي كامل يدير قط له نوعدك سي شريف بعد عامين مكش تجاوبني لجاوب هذا وقعت نستاذ عامين لينصارت جلسة عام انتخابية اخرى قدمت ترشحي كرسالة وقتها سي بالحسن ترابلسي وغيره الناس اللي حاطينوا رواحهم او سياء على النادي الافريقي كونه من حق جماهير النادي الافريقي كونه تقدمتها رشح وقتها سار ما سار في الجلسة العامة سار ما سار وقلت في الجلسة العامة راني انا هذا ما هيش نيتي مش نترشح نايب اول رئيس اللي عندي الامكانيات لا عندي الوقت لكن هذي رسالة للناس اللي يعينونا في شكون الرؤية السياء الجمعيات رأوا الجمهور النادي الافريقي يزاد عنده كلمته وذي عمري ما قلتها اول مرة قلتها وكنت معتها وقتها سار ما سار في الموضوع داي سنة الفين وثمانية سار لي مسا وقسوا عليها الكلمة سي منظر الفريجي ربي ووقتها هو رئيس الجلسة العامة وصارت جلسة عامة سخونة برشا وقتها جمال عتروس ترشح وقتها كذلك منافسة سارت بين حبي نفس وقتها سي كمال من وقتها وليت علاقة صداقة كبيرة بيني بين سي كمال سي كمال ما فماش ارتراه ما تخلتلوش معلك نادي الفريقي دمي أنا في برشا ملاعب في نادي الفريقي مع التعامل الجماهير اللي اليوم تحبت تزايد وتقول لكن انا رئيس الجامعية اسئل اسئل الوفد نادي الفريقي يتنقل سليمان شنو اللي عملنا مع مع عبارة كورو في البارك لكن لكن واحبا سليمان استقبلوه مستقبل كبير لكن لديها فير بلاي هذه جامعية مسؤولة عليها فير بلاي متشبب بالفير بلاي نعم تتشبب بالفير بلاي نعم مع جماعيات الكل ما فم مشكلة رئيس الحزب متارك يوسف الشاهد كان عمل المبادرة بشد نادي الفريقي برشا كلامات لما انصحت لها نكمل سؤال سؤال سواليد برشا كلام منا ومنا بعض فمشي جمهور لا 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 ما عملش مبادرة ما عملش حبي لا لا ما حبش يشد لكلو موش هو اما لم هو العباد حاول يقرب حاول يقرب وجهة النظر وكيف وكيف بسيفته محب لنادي الفريقي قبل ما يكون حتى رئيس حكومه حتى بعد ما خرج من الانسلحكوم حبي يقرب وجهة النظر وبلنهار يوسف الشاهد خمم بالشد بنادي الفريقي اما هو ظاه كنت مشتبت مسير في نادي الفريقي وقد قوة ونقطة قوة بنادي الفريقي هو جمهوره وتاريخ نقطة قوة نادي الفريقي هو جمهورها وتاريخها وللحقيقة فما إنسان كذلك عنده فضل عن نادي الفريقي اللي هو سيحمادي بسبية حتى حد بنجم ينكر كان تحسب السيحمادي من قداش يعطي فلوس تقول لي مش بنجيبه ولا تقول لي سيحمادي بسبية اليوم للي يعمل حاجة نقوله بركة الله فيه كان قوة لولة نادي الفريقي هو جمهورها ثاني اثنين تاريخها ثالث عندها راجل كيمة سيحمادي بسبية ظهرت استغلال رياضة سياسيا كثرة تقريبا بعد ثورة برشة أنت مم متهمين بهذا بالعكس بالعكس أنا رياضة أنت والجهة نابل أحنا والجهة واحدة تعرف يقول لك لسبيكا ويقول لك الحريقة ويقول لك الحمامات ويقول لك نابل ويقول لك القربة فهمتني يلقاه نايب على جهة شهدة جمعية في سليمان وعندهم الحق كون والاخرين يقول لك أنت عاش وإحنا انتخبناه الناس كل ما نيش وقتاش للستغلال الرياضي يكون تكون في جمعية كبيرة كما الترجي كما النادي الفريقي عندها امتداد في كل أنحاء الجمهورية وقتها تولي عندك جماهين في كل ناس في البلاي سكول كما ليتوال كما سفرقس لكن كنت أشهر كل يوم في سليمان مش في سليمان تقدمش على سليمان أنت تقدم على سليمان يا أخي سمعني سليمان فيها لاسبيكا وما أدراك اللي هي ابني خلاد وما أدراك فيها الحريقة وما أدراك فيها قربة وما أدراك لو كان يخيرك من الزلوز ما عندها نختار السياسة سياسة نختار بلادي لأنه سياسة نحاول نصلح في بلادي رغم اللي الوضع خائب برش وضع سيء جدا وأنا أتيك حاجة شفتوا الرياضة أسعب من السياسة أما اليوم السياسة أسوأ بكثير من الرياضة لكن أنا أحب أن نصلح آخر سؤال أحب أن نكمل بها سفيقس عندها جماعية كبيرة الأسوال عندها جماعية كبيرة في الساحل العاصمة كيف كيف جماعية كبار الكربون لماذا لا أعلم أن أشترك قرية دم تعقول لا أعلم أن أشترك جماعية كبيرة حابين أن أعملوها وقعت أنا اليوم تربطني علاقات طيبة جدا بكل جماعية الرياضية بالمناسبة نحب نتمنى نجاح الفريق نادي منزل بوزلفة صغريات نادي منزل بوزلفة في الكورت اليد اليوم ينعبوا نهاي انتباحهم وكل اليوم انتباحهم وشجحهم نهاي كأس كورت اليد صغريات منزل بوزلفة إن شاء الله ربي وفقه كذلك نحب نتمنى منزل تميم كونه إن شاء الله ترجع في كورت اليد للنسيونال قربة إن شاء الله في إن شاء الله قربة أو بني خلاد مبعضهم أنا كنت نتمنى كونه يكونوا مبعضهم قربة وبني خلاد اليوم هنيئا المستقبل المحمدية إن شاء الله قربة يا قربة يا بني خلاد المهم عنا واحدة من وطن القبلي بيش ترجع للرابطة للرابطة الثانية منزل بوزلفة كذلك معتها فريق كبير حمامات فريق كبير جرومباليا فريق كبير كلهم أقبل سليمان نرى جرومباليا وبني خلاد نتمنى كذلك منزل تميم ترجع الوطني قسم الوطني في كورت اليد ومستقبل وولمبيك سليمان غدوة إن شاء الله كذلك يرجع لكورت اليد أنا منيش جيهوي لكن نقول حاجة منيش متعصب جيهوي لكن اليوم في الرياضة في الوطن القبلي الحقيقة على سلط الإشراف وأنا بيدي نتحمل مسؤولية كنائب شعب على الجهة كونه تعتني أكثر من لازم بجمعيات كنائب شعب مشلوع اللي يقتلك عليه فريقي ذمر وإنظال الكبر أنا مشلت أنا أعطيك أول مرة بش نقولها معاك على موجات إكسبرسيفين أنا ترحت حتى نغيروا اسم المستقبل السليمان كونه رجعوا المستقبل السليمان الوطن القبلي نحطوا الوطن القبلي وقعت في جلسات مع الولاية ومع بعض الرجال العمال من الجهة ودرت على ناس من بني خلات وناس من قربة وناس من قليبي وقترحت الفكرة وكنت مستعد نقول ونبدوا الاسم وهات نعمل جمعية ومش مشكلة أنا حتى مش مشكلة رئاسة كان فما تعصب محلي لأن بني خلات حقهم يقول أحنا قبل جايبكم للفوت الحريقة كيف تقول لك احنا قبل وحنا حقيتنا مش نطلعوا جرونباليا وجمعية كبيرة الحقيقة منزل بوزلفة تقول لك احنا لكن اليوم قاعدين فما أنا اليوم خليت لعبين من منزل بوزلفة متعامل مع لعبين مبني خلات خليت قبل لعبين مبني خلات سليمان قبل اعطات لعبين اليوم اقل شي اكل عداوة اللي كانت فما قبل بين الفرق هذي الحمدول لليوم ما عادش واضح شكرا لك سي ولي ان شاء الله خطوات اخرى لما لا فريق كبير في كرة اليد لما الناس كل فريق كبير في كرة القدم والدولة تعاون بالامكانيات اه ونعتذروا كل من اخطأنا في حقه يا سيسا شكرا احراجناك شوية انا ديما انا ديما احاديثي رأيت تمتع بصراحة كاملة سوان في السياسة سوان في الرياضة نجيوب وتقريب ما فما حتى قتل كان حتى وجور لعبين ولا وجور مدرب صحيح سألتني قتل ما غير ديما كان سألتني اسأل من هك ممكن كنت نتظر بش نتحرج كان فما معناها ممكن كان فما ما شكرا لك سيوالي دماغنا مواصلين في زون ميكس حتى الـ 572 حلوا ملف نهاية كاستوان